الاهلي بيبص ليه كأس العالم للاندية مين يعني من اللعبين في الوقت الحال يقدر يكون متواجد نادي الاهلي يجيبه ويخش سريعا مع الفريق ويقدر يستفد منه النادي الاهلي في كأس العالم للاندية تريزيجي احد ابناء النادي الاهلي واحد المسؤولين البارزين في ادارة النادي الاهلي وشيخة الكرة يعني طرح فكرة وجود تريزيجي او استعارته من نادي ترابزان سبور وانه هو يبقى موجود مع النادي الاهلي كمان في الوقت الحالي يساعد كتير جدا في كأس العالم للاندية فكرة مطروحة ايه اللي يحصل بقى الفترة اللي جاية ده برضو هيكون الرأي لكولر وانه يكون برضو رأي الشكل اللي عام بقى لجانب المادي وجوانب اخرى طبعا بالنسبة حتى لنادي ترابزان سبور احنا كنا قلنا خبر محمد محمود انه هو بيقترب من فيوتشر عنده ايضا عرض اخر من الاتحاد السكندري خصوصا ما بعد طبعا ان كولر يعني ما عندهش مانع في رحيل اللاعب في التوقيت الحالي لانه عنده المركز ده ممكن يكون خلاص او عدم اقتناعه بامكانيات محمد محمود يعني اللي انا شايف انه هو لعيب لو كان بقى موجود باستمراره ورجليه في الملعب كان هيعمل فرق كبير جدا فيه هجوم النادي الاهلي والحالة الخاصة بيه صانع الالعاب كمان طيب عندي خبر خاص بالكهربا والناس النهاردة بتتكلم ان كهربا ممكن يلعب يلعب المطش المصري لكن النقطة في ايه النقطة ان النادي الاهلي بيعتمد على النقطة دي ان مجرد ان العقوبة بتنتهي واختاب الفيفا حتى الان ما كانش جيه بان بيتم تجديد الوقف ممكن كهربا يلعب في الوقت ده عبال بقى مانادي الزمالك بيجدد طلبه بالغرامة والامور الخاصة بالغرامة يكون طبعا كهربا ممكن يكون لعب مطش المصري اللي جاي وبالتالي هنا النادي الاهلي ما بيحبش يخش في رزق محبش يخش فيه ان انا ممكن العب لعيب ويجي الاهلي يكسب فيحصل ان الفيفا يقولك لا انت لعبته من غير ما يبقى فيه صراحية بان هو يلعب فيبتدي يحصل بقى خاص لمطش من المطشات انت كسبته حاجات كتير ممكن يكون النادي الاهلي ما حبش يخش في رزق خصوصا كمان ان النادي الاهلي عنده في المركز تكاربا لعيبة تلعب قريدي اساسي يعني مش وقفة على كهربا فهنا النادي الاهلي بيبتعد عن اي رزق في وجود كهربا في اي مباراة للنادي الاهلي في الفترة القادمة لحين طبعا حل هذا الامر الخاص بكهربا شفنا بعض الامور والاخبار الخاصة بما روان عطية لعب نادي الاتحاد انه بيقترب من النادي الاهلي في الفترة القادمة وكان فيه على فكرة جلسة خاصة بالتخطيب وعمير توفيق مع الحج محمد مصالحي وان الامور بتقترب بشدة من تواجد مرون عطية في النادي الاهلي في بعض طبعا الامور في الصفقة بوجود بعض اللعبين من النادي الاهلي في الاتحاد وبعض الأمور المادية كمان بجانب بعض الأمور المادية من خلال اللعبين اللي ممكن يكونوا موجودين في الاتحاد من النادي الأهلي الصفقة التبادرية دي شادي رضوان والملقب الفراري ده جوه النادي الأهلي هنشوف برضو ايه اللي يحصل ده اللعب شادي رضوان ايه اللي يحصل من خلال الفترة اللي جاية وهتنتهي الصفقة دي على ايه صفقة مروان عطية داخل النادي الأهلي